وهذا الايه من المجلس نمرة اتنين دماء انها شركات ومن اشخاص القانون الخاص هيكل اجورهم يختلف خالص عن هيكل اجور العاملين بالدولة بمعنى عاملين بالدولة ما عندهمش حاجة اسمها حيثة ارباح العاملين بالدولة ما عندهمش حاجة اسمها حوافز انتاج العاملين بالدولة ما عندهمش حاجة اسمها حوافز دورية كل ثلاث شهور بحسب القوام المالية عاملين بالدولة ما عندوش لا دورات تدريبية زي اللي بنعملها ولا بدل طبيعة عمل ولا بدل وجبة ولا بدل ما ولا الحاجات دي خالص فده هيكل ولوايح ما واحكي لك الحكاية يعني الخلط ده مش أنا السبب فيه هي تثابت سنين لدرجة ان فيه ناس من اللي بتشتغل في الشركات وده احد الحاجات الدروس اللي واحدة تعلمها ده فيه قائمين على ادارة الشركات مش عارف دي ده مش عارف ان هو صاحب القرار هو اللي ياخد قرار بتدري من عندي شركات تدري حقفز انتك كل شهر قد كده بيحققوا المستهدف وبيزود فلازم يدير وكل ثلاث شهور بيعمل قائم مالية وبيشوف نتائج عمالة طبعا لا وانا حطيت قاعدة معنا برضو منظم معنا الوزير السياسي اللي لازم اقول للناس قلت لهم الشركة الخسرانة لازباب خارجة عن ارادة الشركة زي ايه انا عندي شركات مثلا احدى الشركات واخد قارط من ساعة واحد وتمانين خمسين مليون جنيه من احد البنور وصلوا كامل نهارا بالفوايد المتراكمة ومعرفش انهم بجرس السماري حكومة اتنين مليار ومتين هزي الشركة كلها لو قيمتها وعايز تبيعها هي ما تجيبش تلتمائية وخمسين مليون فانت دي عليها لوحدها ديون بقد كده وهي ما تجيبش تلتمائية وخمسين مليون قبل الفوايد يجي يشيل الفوايد لازم يطلع ايه خسران فانا قلت للشركة قلت للشركة تتقبضة كلها الشركة اللي تزود صافي الربح قبل الفوايد ويكون الفوايد دي نتيجة لي ديون قديمة لمسؤول عنها اللي بيشتغلوا النهاردة ولا اللي بيشتغلوا النهاردة ولا اي حاجة وفاوية متراكمة فده لازم يحس انه هو عمل حاجة وإلا هيقولك ايه طب مانا اشتغلت ام اشتغلتش في النهاية خسران لا انا العشرين مليون اللي كان بيكسبوها بقت تلاتين مليون كويس عدى عشرة مليون حلو سنة جاية هتبقى اربعين خمسين هو لما يحس ان اداءه مرتبط بدي اه يبقى يبقى فمش بس الكاسبان الكاسبان بياخد طبعا ده بياخد وفقا للقانون ده القانون بيقول عشرة في المية من صاف الارباح يوزع عليهم نقدا ما لا يزيد عن مجموع اجورهم السنوية يعني كده هو ياخد في ايده اتناشر شهر طب وزيادة وزيادة طب وزيادة لو الارباح اللي محققها شركة بتدفع اجور متين مليون ومحققها ارباح تلتة مليار فكده العشرة في المية تعمل تلتمية مليون ياخدوا في ايديهم متين مليون المية خدمات اجتماعية واسكانية للعاملين بتعملهم بهم مساكن وبتعمل ده قانون ده هو بيقول كده ده مش موجود في حكومة ده مش موجود في حكومة طبعا طبعا ده مش اللي بيقوله ده القانون قانون ساعة واحد تسعين بيقوله كده وده اللي بنعمله وده تحولت القصة ان في ناس مش فهمة فيقولك ايه الاملين بالدولة ماش اندقاء بيشتغل في الدولة قانون الخدمة المدنية وده بيقول العلاوة الدورية 7% وجزء اخر زي المدرسين الاطباء اساس الجامعة اللي دول ليهم كدرات خاصة ليهم علاوة دورية 6 جنيه 5 جنيه 10 جنيه وما عرفش ايه ولي فاتقسموا الناس جزئين بياخد ديه جزئة فطلع قانون بتاع الخدمة المدنية نظم العلاوة الدورية بتاعت العاملين بالخدمة المدنية 7% كل سامة طب الناس التانية ففي شهر ابريل اللي فات وزير الملايق طرح قانون بمنحوهم علاوة 10% وتضافها الاساسي كمان وبأثر ايه رجعي سانة كاملة ومع هذا القانون ويمكن خد جدل كبير في مجلس النواب كان ان جميع المبالغ المتغيرة المبالغ المتغيرة اللي هي بقى بدل بدلات دي كانت بياخدوها بنسبة 150% من الاساسي 20% من الاساسي وبالتالي كل ما الاساسي بيزيد دول بيزيد لا تحولوا الى مبالغ مقطوعة فالقانون قانون 16 سنة 2017 مادة الاولى يمنح العاملون بالدولة المقصود بيهم كذا كذا مكتوبين 10% علاوة دولية وبأثر رجعي سانة خلاص مادة الخامسة تحول جميع العلوات والبدلات الى مبالغ مقطوعة ويمكن قاعدوا كتير في مجلس النواب يقول لك عايزين نشيل الخامسة والحكومة قالت لا انا كده هو يبقى هزود في الاساسي يا دي يزود الى ارقام ايه وجم الساد النواب قالوا اندخل الشركات اذا بالشركات دي عشان